اشتركوا في القناة كل الرياضة وقبله الطريق الى كأس العالم وبعدهما الديوانية مساء الرياضة الملف الاخضر او الاحمر عفوا رئيس التحرير الوقت الاصلي وصولا الى عز الرياضة يتفق مع طرحه الرياضي كثيرون ويختلف حوله كثيرون لكن الثابت ان بصمته في تاريخ الاعلام ما زالت وستظل شاهدة على مروره المضيء اتحدث عن الاستاذ القدير سليمان المطيويع الذي سيحدثنا عن مؤلف كتاب الدروازة الطريق الى العقار الرجل الفاضل وصاحب المسيرة والسيرة العقارية الكبيرة حمد ابن سعيدان وهنا يصادق المطيويع قولا وفعلا على الحكمة الشهيرة التي نسمعها دائما الخال والد مساء الخير شكرا للعزيزة احمد هذا المقضى خاص ببرنامجه الجميل في قناتنا العزيزة روتانا خليجية وبرنامجه يا هلب العرفج انها الدروازة اذا انا من اشد الناس حرصا على مثل هذا الكتاب وحرص على ان الوالد الخال حمد ابن سعيدان الله يحفظه يحكي مسيرته لانها مسيرة حب وعطاء لها الوطن بعدين يتكلم عن مشواره في الرياض وجميل هو يستعرض ويقول اني عندما امشي في شوارعها واشوف تطورها وانا انمو اكبر معها الخال حمد الله يحفظه يمتع بالصحة والعافية والرياض المدينة اللي تسكنني وعيشها بكل وجداني سعيد بانه مثل هذه الثقافة وهذا المشوار والطموح يسطر من اجل الاجيال ما رح اتكلم عن الدروازة الدروازة خير من اتكلم عنها انت يا عزيزي احمد انت من اتكلم عن الكتاب لكن باتكلم عن ربما في بضع هال في الدقيقة كذا وعرف انه قصيرة جدا في حق الوالد الخال حمد بن سعدان الله يحفظه بالصحة والعافية اللي دائما انا مقصر معه حتى في التقديم بدقائق يعني حتى وانا اكلمه واسلم عليه بين فين واخرى واتصل بهاتفيا وقوله احيانا واعتذر منه عن التكسير والد هو هو خال والد كان بسماحته وبابتسامته المعهودة الله يوفقكم ما يجي منكم اكسور الله يوفقكم في حياتكم العملية مشوار طويل مع الخال حمد بن سعدان هو والد الله يمتع بالصحة والعافية انا واخواني يعني نشأنا بعد الله سبحانه وتعالى تحت ظله وظل خوالي الخال عبد الله بن سعدان الله يرحم ويغفر الله الخال فهد بن سعدان الله يرحم ويغفر الله والخال حمد الخال والد الله يمتع بالصحة والعافية والخال ابراهيم السعدان الله يمتع بالصحة والعافية ليه معاقصص كثيرة تعلمت منه الكثير أذكر أول خمسين ريال ملكتها في حياتي كانت منها وأنا في صفه الأولى الابتدائية رح تبشرته هنا ناجح أطاني خمسين ريال خمسين ريال ثروة وقتها خمسين ريال أخذت أول خمسين ريال أملكها دائما بتوجيهاتها حظيت أنا وأخواني بتوجيهها وبدعم أهلنا أذكر حتى في التعليم حديث جدا على التعليم حديث علينا في العلم كنت حتى في مراحل الجامعية كل ما أنجح كل ترم أروح بشرة أقول لها بشرك نجحت كلمة المعهودة ببتسامتها إلى الأمام عندما تخرجت من الجامعة قلت لها أني تخرجت وجبت للشهادة قال لي الشهادة بدأ التوجيه الكامل الشهادة تعطي مؤشر للمجتمع أنك مؤهل لكن الشهادة الحقيقية هي في حياتك العملية كثير من الأمور والإلهام أخذتها مننا حتى في حياتي العملية الآن في الإعلام أو مشواري في الإعلام هما هو رياضي طبعا لكن كل مرة أشوفها أسمع منها بالنصائح التي يذكرني بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه من ثم بالقيادة الرشيدة وحكومتنا الرشيدة بقيادة الملك سلمان الله يحفظه وأيضا بالوطن وحق الوطن عليك أسمع مننا أنا من الأشخاص التي من فضل الله سبحانه وتعالى من لا يشكر الناس لا يشكر الله من حضيت بدعمه واهتمامه وتوجيهه الدائم لي في كل مراحل الحياة أنا وأخواني حتى في بداية التعليمية دراستي في الخارج في بريطانيا في أمريكا كانت بدعم منه وتوجيه منه دائما من الخال الوالد الخال حمد بن سعدان مهما قلت ومهما ذكرت من جوانب كثيرة في حياتها الشخصية العظيمة الملهمة القيادية في حياتها فإحنا بعد الله سبحانه وتعالى كنا وما زلنا في ظله ورعايته وتوجيهه ونستلهم منه روحه إنسانيته سماحته تعامله الله أمتع بالصحة والعافية الخال والد من فقط والدي وأنا في سن مبكرة كان الخال حمد بن سعدان هو والدي وموجهي وملهمي أعود لك أحمد وترك الكلمة لك في الكثير من الأمور التي تعلق إنها الدروازة إذن شكرا أحمد ثلاث وقفات الأولى كل الشكر والتحية والتقدير والاحترام للأستاذ سلمان المطيويع أن يشاركنا في أهل بالعرفاج بهذه الرؤية وهذا الانطباع وهذا السرد التاريخي الجميل لواحدة من الشخصيات الكبيرة في مجال العقار اليوم في المملكة العربية السعودية وأنا أعتذر كثير من أبو مشعل أني في المقدمة للفيديو قلت سليمان المطيويع هو الأستاذ سلمان المطيويع التحية الثانية هي للأستاذ حمد بن سعيدان واحد من الأسماء الكبيرة والمهمة وإحنا بكل شرف اليوم نستعرض ونقرأ كتابه وأيضا دائما إذا ذكر العقار بن سعيدان نستذكر المغفور له بإذن الله شقيقه أيضا الشيخ عبد الله بن سعيدان رحمه الله والتعليق كل التعليق عندك يا دكتور يا سلام شكرا يا أبو يحيى أول شيء بمشعل يعرف أنه دائما هذه الأخطاء المطبعية التي تجي يعني تعرف مع الصفة حيانا ننقذ أصباعك على الياء وتحط ياء بدل سلمان سليمان فهي تكون يعني أفضل من لو مشت صح لأن لو مشت صح ما عدي نتبه لها لكن لما يكون فيها زي كده لا وحقه علينا نعم نعم وبعدين أنت سميت هذا القمر إضاءة بدر هو قمر أبو مشعل لو ما كتبنا اسمه لو ما كتبنا اسمه الناس تعرفه ما شاء الله عليه شوف أول شيء خلينا أقول لك كيف عرفت الشيخ حمد عرفت بمحض الصدفة قبل 14 سنة كنت في المدينة أنا وشيخي عبد الرحمن المؤمر كنا عن جوار الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدنا يومين عند الحرم وكان فيه رجل وجيه من وجه المدينة تنفق قبل سنتين الله يرحم اسمه السيد طريف هاشم له علاقة بالشيخ حمد فعزمنا على العاشة وقال تعالوا عندي الشيخ حمد بن سعيدة أنا جيت بشوف الشيخ حمد قلت بلاجي شخصي يعني من رجال الأعمال اللي ما يسلمون على أحد ولا شيء فلقيته جنبي وقعد ويقطع لي بصحني قطع لي اللحم وكله أحمد يوليدي بعدها حطيت عنده علامة استفاد طبعا بعدين تواصلنا لكن هذا ليس مقدم ليس مبرنا للكتاب احنا تعرف سرنا الآن في السير ناخذ شخصية من مدينة ونتكلم عن المدينة من خلاله يعني مثلا بناخذ من إن شاء الله من الشقيق كتاب من الباحة كتاب من كذا من السير الذاتية خلينا نبدأ من الكتاب الدروازة الدروازة هو عرفها في البداية هي قال هي كلمة فارسية تعني البوابة وكان في الرياض القديمة دروازة دخنة ودروازة ميري ودروازة المربع ودروازة الكذا مجموعة درويز حطها الشيخ حمد بن سعدان الكتاب هذا يدور حول ثلاثة شيعة نمو الرياض ونمو أسرته ونمو تجارته الثلاثة التجارة فيها ثلاثة مرات أيضا عقار وصناعة وزراعة وكلها بدأ فيها وعندما يدخل في أي مشروع هو تذكيره دائما يقول الوطن كلمة الوطن حاضرة في ذهن حاضرة في ذهن عظم والدنا الملك سلمان جاء له في المزرعة يمكن الفين الفرمية وتساطعة وعشرين وكان هو مسؤول عن جمعية البر فخلاه هو النائب لأنه الملك سلمان الله يحفظ عندما كان أمير الرياض يثق فيه وخلاه هو النائب فهو كل ما يتكلم عن الرياض يتكلم عن علاقته في أمير الرياض أنا ذاك وهو والدنا الملك سلمان فلذلك يقول أنا والرياض كبرنا سواء أنا سميته عاشق الرياض لأنه في كل سطر هو صح أن يستثمر في المدينة وفي مكة وفي كذا مدينة لكن هو عشقه في الرياض انطلق من حي صغير اسمه الحبونية قال لي أحاوريك يا يا أحمد حي صغير في جنب البطحة اسمه الحبونية كانت هو وسرته وتعلم من واند طبعا الكتاب كتب بطريقة ذكية بحيث أنه ما تمل 65 حلقة كل حلقة صفحة ونص يتكلم عن إنه كيف دخل للعقار توظف وراح يشتغل دخل دوره في معادة المساحة بعدين يشتغل في رئاسة القضاء بالسعر يقول بعدين مفتحت على الدنيا واستقلت من الوظيفة وبدل راتبه عندما ترك الوظيفة 400 ريال صار دخله يعني أنا قدره في الشهر ب400 مليون ما شاء الله نجي ممرات سريعة للسيرة اللي عشان اللي ما بيقراها احنا نقول لقرأيناها لك اول شي اذا عديت عشر عقاريين في المملكة فهو من العشر العوائل في المملكة اللي لم يكن من اولهم بالذات في الرياض يعني عقارات الرياض وبن سعيدان يعني هو اللي رسموا علي يقول اول ما جاء الملز رفضوا بو يروحوا رفضوا الموظفين يقولوا هذه منطقة ناعية الملز بعيدة ولا نروح لا ولا شي ايضا هو قلتلك زي ما قلتلك عاشق في الرياض ويعتبروا انه كبروا يقول منذ ان خرجت الرياض من سوريا انا خرجت معها فاصبحنا يده بيد ماشيين على ايش يقول بدنا عبدالعبنوحسن خدتها ايش خدتها بيدها ومشينا نعم تسمية الاحياء هو اقترح جاء باقترح قالت منيت انه تبنينا اقترح الوزير بن سليمان يامنوك عبدعيز رحمه الله انه تبقى الاحياء القديمة كما هي وتخرج الرياض لكن اللي حصل انه بعض الابباني هدت السباب النجاح هو يرجع الى ثلاثة سباب يقول توفيق من الله ثانيا توجيهات الوالد ثالثا السرعة في قراءة الفرص واستثمارها اربعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب وركز على الوقت المناسب قال انت لو لعبت كورة مثلا في ملعب اذا انتهت المباراة سجلت هدف ما لقيمة لانه الخارج هو الوقت المناسب طبعا قلت لك انهم رفضوا السكن في الملز الكتاب يتكلم عن طفولة الرياض مع اسرة بن سعدان مع مسار العقار فيها السكن هنا اول من قال هو انه فكر وثقافة قال انه احنا لما نبدينا نبني عمارة ثلاثة دوار في الملز رفض من الناس يسكنوا يقول لا ما نسكن نتعودين على الفيلم ومساحات كبيرة يقول غيرنا الفكر سارت الناس تسكن في شقق صغيرة ومساحات صغيرة وطوابق متعددة الوطن زي ما قلت لك حاضر في كل مشروعاته اكثر من اشتروا منه مشاهداته مشاهدات الاسماء يتفاعلون فيه ولذلك لما كتب عنه عبد الحميد الزامل كتب قال انه اللي يميز سمات الرجل هذا اللي يميزه اربع مزايا روح التفاؤل ولا يعرف التشاؤم ابدا بعد النظر وقراءة المستقبل ثلاثة البحث عن الحلول دون ملل وكلت راح ننتكلم عن مشاكل كثير هو يقل يبحث عن ايضا السماحة في البيع والشراء يقول واحد يبقى له عشر الاف يقول له خلاص سامحتك طبعا ابنتاه لطيفة ونورة كتبوا عنه هنا كلام صادق ومحدد واقعي ايضا ابنه هشام قال اول موظفني في الراش بعدين رقاني معقب بعدين كذا كذا له تعريف جميل عجبني في الفشل يقول ليس هناك فشل هناك خطوة لازمة للوصول الى النجاح وهي الفشل انك لازم تمر فيها زوجته حاضرة يقول انه يعني باختم كلامي عنه في في هذه القصة يقول وهي قصة معبرة صراحة يقول اني كنت انا في رئاسة القضاء في الطايف فجاء على زوج في صاحب الاجار وزعلان عطوني حقي مدري يقول انا بعد هذا الموقف قررت اشتري بيت يقول كان عندي شوية مدخرات والبيت بستة الاف كيفت والبيت كله بستة الاف يقول جيت انا اصل عندي اربع الاف وزوجتي ام هشام الله يجزاها خير باعت ذهابها وشرين البيت بيت صغير بس ما حد يدق الباب ويزعج اسرتي اثناء غيابي انا اعتقد انه اي تاجر عقار اي واحد يبغى يبني في الرياض اي واحد يبغى يطور انه يقرأ الكتاب هذا لاني اول كتاب شفت انا في العقار يتكلم بمنطق ويعطيك الخطوات واحد اثنين ثلاثة ابرز الملحوظات ابرز الملحوظات شف انه هو دخل شهادات الناس اميرات ومدريبين في اخر فصل شهادات الناس فيه هذا ليس من السيرة المفترض السيرة تكون سيرة بس خمسة وستين حلقة ويقفل الكتاب الشي الثاني انه مثلا يجيب احداث بس ما يحط تواريخها قلت له يا عام حمد لا يعني مثلا تكلم عن دخول تمكين المرأة يقول احنا اول من وظف ناس في برج المملكة لما كان عندنا مكتب وظفنا السيدات سنة كم ما تدري سنة كم هذه الارض ما تدري متى انتقلت اللازم ما تدري هذه لازم بالنسبة لي أنا كباحة بربطها مع بعض فهذه الثنتين ولا هو كتب بطريقة مختصرة انا اقترح انه بعاد الشهادات لانه هذه الوحدة وثانيا انه اذا في الطبعة الثانية ونشكر مدارك على طبعة الكتاب انه كل حدث يارخو جميل ونكرر التحية والتقدير للاستاذ السلمان المطويع وللأستاذ القدير حمد بن سعدان وكل عائلة السعدان سنذهب